هناك بعض الروايات في هذا المجال بأن لا تعلموهن صورة يوسف وعلموهن صورة النور في أن فيها المواعد أو مثل لا تنزلوهن الغرف لا تعلموهن الكتابة أولا هذه الروايات نحن طبعا لا نستان نتعامل معها بأنها روايات صحيحة هذه الروايات غير صحيحة بالعكس الإسلام دعا للتعليم تعليم المرأة والرجل على حد سواء العلم فريضة على المسلم هنا المسلم عام من مسلم أو مسلمة ذكر أو أنثى فالحث على التعلم لا فرق فيه هذه الروايات التي تريد أن تستثني بعض أيضا هذه الروايات نحن نرفضها لأنه أولا هذه الروايات كما ذكرت من جهة السند سندها فيه إشكال أيضا من جهة أخرى هذه الروايات تتعارض مع روايات أخرى تؤكد على أهمية تعليم المرأة القرآن كل القرآن الكريم وأيضا بالإضافة لو سلمنا بصحة هنا تتكلم عن فتنة كما في بعض الروايات لأنها تفتت بها صورة يوسف كما نعلم فيها يعني قصة كما ذكرت بعض الرموز فإذا ما في فتنة لماذا لا نعلمها يرتفع الأمر يعني هناك حيثية واضحة في هذه الروايات وأنا من جاتي طبعا هذه الروايات نقول بأن روايات غير صحيحة لا ينبغي الالتفاة لها بالعكس المرأة لها حق أن تتعلم والزوجة تتعلم وتعلم وإذا كانت معلمة لا شك أنها ستعلم كيف تعلم أولادها القرآن وهي مثلا وهي مربيت الأجيال وهي لم تقرأ مثلا صورة يوسف أو بعض الصور القرآن لهذا السبب هذه الروايات فيها كما ذكرت أكثر من علامة سؤال واستفهم